صحة وسعادة صباح الخير والنور والإشراق عليكم جميعا صباح الإزدهار لإماراتنا الحبيبة صباح ملؤه الإنجاز ملؤه الإشراق ملؤه التفاؤل بحياة صحية وسعيدة أهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي حقيقة مستمعين في بداية هذه الحلقة سنتناول بعض عنوين الأخبار وهي إشارات لمجموعة من الدراسات العلمية التي تقول إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم عن المستويات الطبيعية لكنهم لم يصلوا إلى حد الإصابة بالسكر ربما تزداد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات في الكلا في حين أن العلاقة بين السكر وأمراض الكلا المزمنة كما تؤكد دراسة نرويجية معروفة يختلف الأطباء بشأن مستوى السكر في الدم الذي قد يمثل خطرا على غير المصابين بالمرض كما يختلفون بشأن كيفية تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع طفيف في سكر الدم عن المستويات الطبيعية وما إذا كان من الملائم اعتبار ذلك مقدمة للإصابة بالسكر دراسة أخرى قد تبدو لنا غريبة تقول إن المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة قد تكون سببا في البدانة وذلك بناء على ما وصل إليه علماء من الولايات المتحدة من خلال تجربة لتحديد تأثير المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة في وزن الإنسان واكتشفوا أنها قد تكون سبب في زيادة وزنه طيب اليوم الثلاثاء ونحن قررنا ضمن تطويرنا لبرنامج صحة وسعادة من خلال فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي أن كل ثلاثة نطرح موضوع خاص نتحدث فيه يعني أو نفتح فيه ملف حول قضية معينة قضية همنا اليوم ملفنا الصحي بيكون عن السكري طبعا مرض السكري واحد من الأمراض التي يعني تنتشر في المجتمعات العالمية بشكل كبير يمكن معظمنا قد يتعامل مع شخص عنده إصابة بمرض السكري سواء من خلال البيت سواء من خلال المحيط اللي يتعامل معه يعني المرض أو القضية هذه قضية جدا مهمة لذلك ارتأينا أن نخصص ملف الصحي اليوم للحديث عن هذا الموضوع طبعا مداخلاتكم ومشاركاتكم بتكون متاحة لكم سواء عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية 4006 اليوم ضيوفنا من مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي بداية الأستاذ عبدالله محمد جمعة مدير الشؤون الإدارية بالمركز الأخت ريم سعيد الحاتمي ضابط إداري أول تسويق الدكتور محمد بلال الشماع استشاري الغدد الصماء والأستاذ أحمد حسن سعد خصائي التثقيف للسكري والأستاذ حياد علي أخصائية العناية بالقدم حياكم الله معانا اليوم في برنامج صحة وسعادة طبعا مثل ما ذكرنا الموضوع مفتوح نحن راح نتناول فيه كل الجوانب الخاصة بهذا المرض مرض السكري كما تعرفه منظمة الصحة العالمية هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه طيب أنا ببدأ مع الدكتور بما أننا اليوم ما ندخل بأمور طبية دكتور بلال يعني على ضوء هذا التعريف ما هو الإنسولين؟ الإنسولين هو عبارة عن هرمون يفرز من الخلايا بيتا بالبنكرياس والوظيفة الأساسية للإنسولين هو إدخال السكر من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه أو تخزينه فإذا نقص الإنسولين بشكل نسبي أحيانا بيكون مستوى الإنسولين في الدم عالي مثل ما تفضلت قبل قليل أنه أحيانا يعجز الجسم عن استخدام الإنسولين بشكل صحيح هذا اللي منسميه مقاومة للإنسولين بيكون مستوى الإنسولين في الدم عالي والبنكرياس عم يحاول يعوض ويزيد إفرازه ولكن بيصير في نقص نسبي ما عم يدخل السكر بشكل سوي إلى الخلايا فهذا هو السكري السكر يعني بالتعريف لما بيرتفع مستوى السكريات الدم عن الحدود الطبيعية في عنا تقريبا يعني ثلاث فئات الفئة اللي منسميه الناس الطبيعيين اللي ما عندهم سكري يعني هدولة يعني منعتبرون الناس الفئة المرجعية أنه لما يكون السكر عريق قبل الأكل أقل من 100 أو إذا بعد تحمل السكر إذا عطينا شراب حلو بعد ساعتين من إعطاء 75 غرام من السكر السكر أقل من 140 فهدولة منعتبرون الناس الطبيعيين الناس اللي عندهم سكري إذا السكر الصبح عريق بعد صيام 8 ساعة أوفرنايت يعني خلال الليل عن 125 وصل لل126 فما فوق أو بعد تحمل السكر وصل لل200 فما فوق هدولة مرضى السكر يلي بيكونوا بين هالحدود هدول بيسموهم استعداد للسكري يعني في عنا فئة اللي بيسموهم عندهم اضطراب السكر الصائم لما بيكون السكر بين المية للمية وخمسة عشرين أو اضطراب تحمل السكر بعد شرب محلول الجلوكوز بين المية واربعين للمية وتسعة وتسعين فهدولة الحقيقة اللي عندهم يعني اضطراب تحمل السكر اضطراب السكر الصائم هدولة على خطورة عالية للإصابة بالسكري ومثل ما تفضلت الدراسة اللي قبل قليل انه هدولة عندهم استعداد للإصابة ببعض مضاعفات السكر يلي ممكن نعتبرها مضاعفات السكري مثل تصلب الشرايين واعتلال الكيلة وإلى آخره احيانا كتير الحقيقة اللي احنا نكتشف السكر من مضاعفاته انه لسه السكر ما حس فيه المريض ما عنده اي اعراض تشير الى السكري ولكن اردي صار عنده بعض المضاعفات من السكري تصلب الشرايين اعتلال شباكية بدء ظهور البروتين في البول اللي هو بيدل على خلال عمل الكلية اعتلال الاعصاب جميل نحن ما نتناول هذه المواضية كلها دكتور بالتفصيل وحسب ما يتوفر عندنا من وقت لكن بنتقل عند الاستاذ عبدالله استاذ عبدالله جميع يعني الخدمات اللي وفرتها الهيئة لمرضى السكري من خلال تواجد مركز سكري متخصص يا ترى هذا المركز ما هي الخدمات التي يقدمها للجمهور بسم الله الرحمن الرحيم في البداية احب اني اشكركم على الدعوة الجميلة والصراحة البرنامج الحيوي اه واشكرك انتا طبعا على اهتمامك الشخصي في هذا الموضوع وتنوع المعلومات في البرنامج هذا اما عن مركز دبي للسكري هو طبعا احد المراكز المتخصصة في هيئة الصحة في دبي ومركز متكامل الحقيقة اه يعني فيه خدمات متكاملة اه اليوم نحن نعرف ان مريض السكري مستحيل ان يتم علاجه فقط بطبيب لا بد ان الطبيب هذا يكون معه فريق طبي متكامل اللي هو الطبيب معه اخصائي التثقيف الصحي معه اخصائي التغذية معه اخصائي فحص شبكية العين معه اخصائي العنايب القدم واخصائي التمارين الرياضية فالفلسفة التي يتبعها مركز دبي للسكري بهاية الصحة منظومة متكاملة بل ونحن نسميها ادارة الحالة ولا نسميها علاج المصاب بداء السكري نحن نسميه ادارة الانسان المصاب بالسكري لان الهدف من المركز هو نحن اليوم عندنا مصابين بداء السكري ويمكن نحن كلنا نعرف ان ما فيه علاج شافي لحد الان انه ممكن اي مريض لمركز دبي للسكري ونعالجه تماما من الحالة ولكن الهدف من المركز إنه نحن عندنا إنسان مصاب بداء السكر ولكن الهدف بأن هذا الإنسان لا يتم في المستقبل له مضاعفات اللي ممكن تصيب يعني تعمله مشاكل في المستقبل جميل نعم نعم أنا يعني تعديت وقت الفاصل بكم دقيقة فأيضا الأستاذ عيسى سبيل أنا نسيت لكم أن مخرجنا اليوم عيسى سبيل يشر لنا على فاصل منكمل من خلال هذا الفاصل بعد هذا الفاصل المزيد من المعلومات حول السكري ومركز دبي للسكري والخدمات اللي يقدمها مثل ما ذكر أستاذ عبدالله هي خدمات تشخيصية علاجية وقائية سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله لكن من بعد ما نتوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى عبر برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل مستمعين قد توقفنا عند الملف الصحي لهذا الأسبوع والمعني بمرض السكري حقيقة بس أذكركم بضيوفنا في الحلقة بشكل سريع يتواجد معانا اليوم الأستاذ عبدالله محمد جمع مدير الشؤون الإدارية بالمركز الأستاذ ريم سعيد الحاتمي ضابط إداري أول تسويق الدكتور محمد بلال الشماء استشاري غدد الصماء والأستاذ أحمد حسن سعد أخصائي التثقيف السكري والأستاذ أحياد علي أخصائية العناية بالقدم مستمعين يعني هناك بعض الدراسات التي تقول أن في عام 2014 كان معدل الانتشار العالمي للسكري يقدر بنحو 9% بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في عام 2012 كان السكري سببا مباشر في نحو مليون ونصف المليون حالة وفا أرقام كبيرة أرقام يعني تشير إلى مدى يعني أهمية الأمور أو القضايا الخاصة بالتثقيف والوقاية وتعريف الناس كيفية التعامل مع هذا المرض هناك حقيقة أكثر من محور أنا أحب أني أنا تطرق له بما أن عندنا أيضا كذلك ناس متخصصين في أمور معينة ضمن هذا المجال لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع أنا بس أبغي أرجع للحديث عن المركز بشكل عام وبتكلم مع الأستاذ عبدالله عبدالله يعني عدد المراجعين للمركز من خلال الخدمات اللي قدمها اللي ذكرت أنها هي خدمات تشخيصية علاجية ووقائية فكم عدد المراجعين وشو الإمكانيات والكفاءات الطبية والتخصصية في المركز نعم في مركز دبي للسكري نحن في الوقت الحالي عندنا تقريبا يعني 7400 ملف في المركز المركز مثل ما ذكرنا أن أحد المراكز التخصصية والمتميزة في الحقيقة في إدارة علاج السكري بهيئة الصحة بدبي مركز دبي للسكري عندنا نظام يختلف عن المراكز الأخرى أول ما يهي المريض طبعا يتم فحصه وهذا عكس الأماكن الأخرى أن المريض يتم فحصه بعد ما يدخل عند الطبيب والطبيب هو اللي يقرر يعني شو الفحوصات اللي يحتاجها إلى ما شابه ذلك ولكن في مركز دبي للسكري يهي المريض ويتم عمل جميع الفحوصات اللي يحتاجها والفحوصات هاي أيضا ميزة في مركز دبي للسكري أن تطلع خلال يعني 7 إلى 11 دقيقة فيدخل المريض عنده الدكتور والدكتور عنده علم يعني مستوى السكر التراكمي إذا كان أو مستوى السكر الفحص الطبيعي الضغط الفحص الدم الأمور هاي كلها فيتم هناك طبعا علاج المريض بشكل دقيق أيضا اللي يميز مركز دبي للسكري عندنا برنامج متكامل للمريض بحيث أنه متابعة الحالة في كثير من المراكز أنت اليوم تسير وتشوف أن المريض يسير العيادة أو عند الطبيب يمكن ما يحصل فرصة أن يراجع على نفس الطبيب أما نحن عندنا برنامج التكملة العلاجية أساس في المركز بأن المريض كل ما يراجع يراجع مع نفس الطبيب يراجع مع نفس الأخصائية العناية بقالتهم يراجع مع نفس الأخصائية التثقيف الصحي نفس الأخصائية التغذية بحيث أن نبني هناك علاقة وليس فقط علاج يعني إي المريض ويعالج يطلع العلاقة المتكاملة هاي هي أهم الأسباب اللي نحن نركز عليها في المركز مع المريض وين هو فريق العمل أنت ذكرت يا عبد الله أن هناك بعض الأخصائيين المتخصصين في مجالات معينة منها التثقيف الصحي أنا بتناول هذا المجال معاك ساد أحمد حسن ساد أخصائي التثقيف لمرض السكري يا ترى دورك كمثقف سكري شو اللي تعتمد عليه شو اللي تسويه بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على الاستضافة طيبة إحنا كمثقفين سكري في مركز دبيل السكري من ناقش الخطة العلاجية التي يتم تحديدها من قبل أطباء متخصصين في السكري للمريض طبعا والخطة العلاجية هذه تشمل الأدوية المريض كيفية استخدام الأدوية والفحوصات المتعلقة بالسكر كيفية عمل هذه الفحوصات عدد مرات عمل فحوصات السكر أيضا المتابعات المستمرة للمريض وإحنا مننصح المريض أنه يتابع معنا بشكل مستمر حتى يوصل لنتيجة ويتحسن السكر عنده طبعا إحنا كمان من نوفر التثقيف الصحي لمريض السكر منعرفه بمرض السكري شو أنواع السكر كيف يعالج ارتفاعات وهبوطات السكر ما هي أهمية الرياضة للسيطرة وتحسين السكر في الدم يعني بشكل عام إحنا منوفر كامل المعلومات أنا أسمح لي سادة أنا بس عندي مداخلة عبر الهاتف ألو السلام عليكم يا هلا تفضل الله يسلمك تعرف عليك أول أبو محمد أبو محمد فضل يا أبو محمد صراحة أنا عندك سؤال أنا مريض السكري من 35 سنة لكن الوالد والوالدة رحمهم الله لم يكون مرضى السكر وأنتم تقولون أن السكر وراث طيب محمد فضل أم أبوي من 70 سنة رحمه الله مريض السكر فهل يعقل أن ننتقل السكر منها إلى أنا ابن ابنها واضح شكرا أبو محمد فضل دكتور بلال الحقيقة السكري له عدة عوامل العامل الوراثي يعتبر عامل مهم لتطور السكري فإذا كان يعني عن قصة عائلية قوية للسكري الاحتمال أن يكون الأبناء أو الأحفاد يكون مصابين بالسكري ولكن ليس شرط يعني ممكن يكون عندي أبوين عندهم سكري ويطلع بعض الأولاد ما عندهم سكري وبالعكس الظروف اللي عاش فيها أبي وأمي وجدي ممكن غير الظروف اللي أنا عايش فيها حاليا هو تفاعل الوراثة مع البيئة السكري بالضبط هو تفاعل الوراثة مع البيئة إذا أنا عندي استعداد وراثي ولكن حطيتني بيئة سليمة صحية ممكن تجنب وراثة السكري فأنا بقول له مثلا إذا شفت عندي أبوين زوجة عندهم سكري بنصحهم أنه يمارسوا لأولادهم حياة صحية مشان نقيهم نحميهم من السكري وهذا مثبت أنه ممكن نتجنب أو على الأقل نأجل ظهور السكري إذا الإنسان مارس حياة صحية أفضل حافظ على الرياضة حافظ على الوزن ما في السمنة البطنية هي اللي بتأهب الكثير السكري فممكن يعني الشخص اللي عم يسألنا الحاليا أنه أبوي عاشوه بيئة يعني فيها نوع من القساوة كان فيها جهد أكثر مشي أكثر ما كان فيه سيارات يمكن على زمانهم ما كان فيه نمط هيئة مختلفة بالضبط يعني الشراب العصائر المتوفرة اللي الحين نوفرها للأطفال بالمدارس هذه هي الهيئة المصيبة جميل جميل دكتور أنا أسمحوا لي أنتقل لموضوع آخر يمكن مفهوم قد يغيب عن الكثير من المسلمين هو موضوع العناية بالقدم أو موضوع القدم السكري استاذ حياد علي يا ترى توفير مركز دبي لمثل وجود أخصائي بالقدم السكري تعرفين أول شيء شو هو موضوع القدم السكري وأيضا ما هي الخدمات اللي تقدمونها مرحبا مع الأسف نسبة عالية من المريض السكري واصلين مرحلة بطر القدم فإحنا نحاول نقلل من المخاطير نطي معلومات للمريض على موضوع ياخذون الاحتياطات من صحة القدم فضروري المريض يسوي في موعد ويانا على موضوع طول نسوي له فحص نتأكد وذا أكو تأثر بالقدم من سبب السكر فبهل حالة نقدر نقلل من الحالات البتر طيب نحن نتواصل معكم ضيوفنا الكرام ومع المستمعين للحديث أكثر حول مختلف المواضيع الخاصة بمركز دبي للسكري وأيضا حول ملف الصحي لهذا الأسبوع وهو ملف السكري لكن من بعد ما نتوقف مع فاصل قصير فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين الكرام نتذكركم برقام التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006 البرنامج مفتوح لكم اليوم ملفنا الصحي نتحدث فيه عن السكري والخدمات التي تقدم ضمن مركز السكري التابع لهيئة الصحة بدبي كنا قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم القدم السكري وسمحين العادة السادة حياد نحن طلعنا على الفاصل باختصار خذنا خذنا يعني معلومات سريعة لكن يا ترى دائما ما يقال أن مريض السكري يحتاج بعض الأدوات الخاصة لتوفير نمط حياة خاص فيه يتماشى مع هذا المرض من ضمنها توفير أحذية خاصة لمرض السكري يا ترى شو أهمية ارتداء حذاء صحي يعني مثلا أو طبي لمرض السكري هو الحذاء الصحي أهم شي بالنسبة للمريض في كل ستة شهر أقل شي يأخذ فحص القدم لأن القياس يتغير يمكن المريض واصل مرحلة الإحساس بالقدم أقل فما عنده قابلية يعرف إذا الحذاء ضيق فلازم على طول يسوي فحص كل ستة شهر مرة ثاني شيء الحذاء لازم مسكر ولازم على طول فيه ستراب في مثل قيطان لو فيه سترابس على المد واحد يقدر يكبر وزغر الحجم من قدام مثل سير لأنه إذا حالة ورم لازم واحد يقدر يكبر الحجم اللحذاء هذه المعروفة نحن عندنا الصندل على طول لازم المريض يشتري الحذاء بالعصر مو بالصبح لأن القدم حجم أكبر بالعصر جميل أستاذ هياد أنا أسمحي لبأخذ مكالمات على الهواء السريع ألو ألو يا هلا تفضل لو سمحت الوالدة عندها سكري وقص قدم الكبير صار لونه أزرق كأنه ماكلي ضرب عليها ألو صار لونه أزرق و بس حبيت أفهم للدكتورة يعني إذا فيه أي شيء شنون نعالجه واضح واضح المكالمة الثانية عيسى نتحول ليها على السريع ألو ألو يا هلا سلام عليكم تفضل أخي العزيز تفضل عن المضيق الوقت شكرا على هذا المركز مركز عالمي بكل ما يحمل هذا المركز بالاسم خدمات أطباء تمريض المواطنيين وإخوان الوافدين الترتيبات لكن للأسف الشديد المواعيد مسألة المواعيد جدا ووضع تعليمات الطبيب في السيستم مثلا أعطيك مسألة بس أتفضل بس عشان الوقت المريض يأخذ مثلا علاج لما يزور الطبيب الطبيب يقول لي خلاص أنت من شبوع الياي أخذ لك حبتين بدل الحبة لما يوصل أو تعليمات هاي توصل للسيستم يعني متأخر لما يراجع الطبيب المريض الصيدلية يقول لا أنت ما زال عندك واحد روح شوف الطبيب أنت ما تريد أن تشوف الطبيب هتلحظ واضح يدوب أنت شفت الطبيب بعد شهرين واضح أي ملاحظة ثانية بس غير هذه هذه ملاحظة واضحة بالنسبة لي شكرا أوكي سيدي طيب دكتور بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للصبع القدم اللي اللي تغير لونه أي تغير باللون الجلد أي تغير بالدرجة للبرودة بالقدم ويمكن نريه الوايد بارد ووايد حار لازم المريض على طول يروح للطبيب يسوي فحوصات يمكن فيه انسداد في الشرعين يمكن فيه حالة واصلين مرحلة خطرة فلازم على طول أي جرح أي تغير بالقدم لازم المريض يسوي موعد ويالطبيب يسوي فحوصات إذا ننصح المستمع أن ياخذ الوالد على طول لزيارة الطبيب طيب سادة عبدالله هناك يعني إشادة بالمركز بالخدمات اللي يقدمها لكن الملاحظات على مسألتين هما مسألة تأخر المواعيد بالنسبة للمرضى والملاحظة الثانية أن التعليمات التي يوجه بها الطبيب تأخذ وقت معين في عملية أن دخولها ضمن السيستم أو العالية البرامج اللي موجودة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشكر الأستاذ اللي اتصال ولكن أرجع وأقول أن مركز دبيل السكري مركز يعمل ليس فقط بواسطة الطبيب مركز يعمل بفريق طبي متكامل فنحن دائما إذا المريض تأخر عن موعد الطبيب هذا لا يعني أنه ما يقدر يلي المركز أي يقابل خصائية التغذية خصائية التثقيف الصحي ويتم يعالج مع الفريق الطبي المعالج للأسف أن كثير من المرضى يتوقعون أن مركز دبيل السكري مثل المراكز الأخرى أنه فقط يعالج أو يتابع مع الطبي فهذا خطأ إذا ما في موعد ولا تأخر موعد ثق تماما أنه في موعد مع الفريق الطبي المكمل للطبيب هذا جانب أما الجانب الآخر بالنسبة للتأخير هو مركز دبيل السكري نحن عندنا سيستم أو نظام متكامل بالنسبة للوصفة الطبية فأول ما يخلص الطبيب من العلاج المريض الوصفة الطبية للصيدلية ويتم إعطاء الدواء للمريض ولكن هناك أحب أقول بعض الأمور أو بعض المرات يتم اختلاف في الجرعات اللي يوصفها الطبيب فهذا يأخذ وقت أتوقع فقط يعني استرجاع يرجع الصيدلاني للطبيب إذا فيه هناك أي توضيح فقط لا أكثر ولا أقل ولكن ما في يعني خلل أو التأخير في السيستم نفسه إذن ما ننتقل الحين شوية لبعض المواضيع بما نحن نتكلم على المواضيع الخاصة بالمركز استاذ ريم سعيد الحاتمي يا ترى واحد من أهم الشغلات اللي نحن نتحدث فيها بشكل عام عن أي مرض هي عملية التثقيف ونشر الوعي حول هذا المرض هناك جهود أنتو تقومون فيها تقومون بتنظيم حملات توعوية كثيرة في المركز وأيضا يعني فيه المركز استطاع أن يحقق عدد من الإنجازات العالمية إذا نصح التعبير في هذا المجال مجال التثقيف والتوعية الصحية خلنا نتحدث على الجهود اللي تقومون فيها من خلال المركز الإعلام على دعمهم المتواصل لمركز دبي السكري في نشر الوعي عن مرض السكري مضاعفاته بالنسبة لنشر الوعي عند السكري مضاعفاته يتم من خلال حملات توعوية وفعاليات ومبادرة مختلفة يتضمنها الفحوصات المجانية لفحص مستوى السكر في الدم بالأضافة إلى المحاضرات اللي هي تختص عن السكري وتم حتى الآن منذ افتتاح المركز سنة 2009 فحص السكر لأكثر من 6000 شخص تتضمن هاي زيارات المدانية طبعا للمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس نجري فيها فحوصات السكر ونحرص دائما على تواجد الفريق الطبي والتثقيفي ليعطاء استشارات للجمهور وفي فعاليات بعد متنوع يخصها المركز لمراجعين للمركز وفي فعاليات أخرى اللي هي تعنى بجميع أفراد المجتمع ومن هذه الفعاليات كل سنة تكون عندنا ورشة عمل خاصة السكري وشهر رمضان المبارك يعني يثقفونهم ويعلمونهم كيف يكون نمط الحياة خلال شهر رمضان والفعاليات اللي هي للمجتمع بشكل عام أهمها فعالية اليوم العالمي السكري اللي تكون كل سنة طبعا اليوم الرئيسي هو تاريخ 14 هداش لكن شهر نوفمبر يعتبر شهر السكري بشكل عام جميل أذكر في سنة مسلوان حطمته أرقام في غينتس أو شيء حول الفحوصات السكري بالضبط في سنة 2014 تم تحقيق رقمين قياسيين أول رقم كانه مثل ما تفضلت أكبر عدد لفحص السكر خلال فترة معينة تم تقريبا فحص أكثر من 8000 شخص خلال 8 ساعات والفعالية الأخرى كانت ضمن فعاليات اليوم العالم السكري اللي تم تنظيم من قبل هيئة الصحة بدبي وتم تحطيم الرقم القياسي ودخول موسوعة قنس من خلال إضاءة أكثر من 11000 إضاءة اللي هي ترسم علامة السكري الشعار الخاص بي بمارض السكري وكان يضم طبعا هاي المبادرة في حصات السكر وتوعية في المدارس لجميع الفئات بالضبط وهذا هو الغرض الرئيسي من إقامة مثل هذه الفعاليات أن ننشر الثقافة والتوعية بسبل الوقاية من هذا المرض وأيضا سبل التعامل مع هذا المرض هناك بعض الأسئلة على الرسالة النصية الدكتور أحد المستمعين يسأل ما هي أسباب انخفاض السكر وهل هي من علامات مرض السكري إذا أنا صار عندي انخفاض في السكر انخفاض السكر أغلب أسبابه هو أخذ جرعة خاطئة من الدواء سواء الحبوب أو أبر الإنسولين لا هو أنا أعتقد يتكلم أنه ما عنده مرض مش مريض بس يسأل أنا إذا نزل عندي مستوى السكر هل هذا من علامات مرض السكر الحقيقة أشوف يعني هبوط السكر عند غير مرض السكريين جمالا نادر جدا نادر جدا وأنا بتصور أنه يشخص أكتر مما هو واقع هبوط السكر يعني أحيانا واحد بيشعر بيدوخة بيفكر عنه هبوط السكر هبوط السكر يعني في عنا ثلاث علامات لهبوط السكر حتى نشخص هبوط السكر عند غير مرض السكري يعني انتبه مرض السكري غير يعني للناس الطبيعيين اللي ما بيأخذ علاج ولا إشي بدنا نشوف السكر الدم في مقاييس دقيقة أقل من 54 أعراض هبوط السكر تعرق ضربات قلب دوخة استرداد أو إلغاء هذه الأعراض لدى أخذ محلول سكري فإذا ما تواجد معنا هالترياد هالثلاث علامات ما منشخص هبوط السكر إجمالا هبوط السكر يعني اللي فعلا يعني خطير هو عادة ممكن الواحد بيروح بغيبوبة سكر خاصة خلال الصيام أنه تأخر عن الأكل 8 ساعات 10 ساعات صحي الصبح داخل عن الوعي مش هبوط السكر اللي بيحدث أحيانا بشكل ارتكاسي بعد شراب حلو هذا اللي بيسموه هبوط السكر الارتكاسي اللي هو الحقيقة ممكن يكون بداية علامات السكر يعني في نظرية أنه البنكرياس حساسيته للسكر شوي تأتي متأخرة فبيضل عم يفرز إنسولين وكان السكر نزل في الدم فبيضل عم يفرز السكر فهذا اللي بيسموه هبوط السكر الارتكاسي اللي هو الحقيقة مش كتير خطير وعلاجه بس تنظيم وجبات الطعام يعني ما له هذا أي جميل إذن المستمع ننصح أنه ينظم الطعام عنده ويأخذ الكميات السليمة من الوجبات الصحية اللي هو يحتاجها هناك سؤال يعني يتحدث عن دور التمرينات البدنية في علاج بعض الأمراض المعاصرة للسكري نعم التمرينات الرياضية يعني هي من الأمور المهمة لمريض السكر وخاصة إذا كانت هذه الرياضة منتظمة وأدت إلى إنقاس الوزن للشخص للأشخاص اللي بعانوا من السمنة طبعا بشكل عام فوائد الرياضة هي كثيرة هرمون السعادة منفرز عن طريق الرياضة حساسية الإنسولين للسكر بتزيد ضبط السكر بيكون بصورة أفضل كمان الدورة الدموية بتتنشط خلال هذه ممارسة الرياضة بس أنا بدأ نوه للأشخاص اللي بعانوا من مشاكل في القلب أنا بنصحهم أنهم يتابعوا مع طبيب القلب المختص ويشوفوا إذا كانت الرياضة مناسبة بالنسبة لهم أو لا وكمان للأشخاص اللي بمارسة الرياضة أو مجهود رياضة كبير ممكن أنهم يتعرضوا لهبوطات سكر أنا بنصحهم أنهم يأخذوا معاهم مثلا مصدر للسكريات ممكن إذا تعرضوا لأي أعراض من هبوط السكر أنهم يأخذوا هذا مصدر للسكريات وبالتالي يرفعوا السكر للمستوى المطلوب نعم دكتور في حالة صادفنا حالة قدامنا في الشارع أحد من الأشخاص يتنوبة سكر شو المفروض نصرف معه نوبة هبوط سكر أصلاك يعني هبوط سكر واحد إنسان طايح في الطريقة مغمى عليه هذا الحقيقة يعني إذا كان عنا إذا كان غائب عن الوعي يفضل أنه نعطيه غلوكاجون هرمون اللي يلغي عمل إنسولين إذا مش متوفر ممكن نقطع جل من السكر في فمه مشكلة الشراب العصير إذا وضعناه في فمه ممكن يندخل في الرئتين ويصير معه التحاف في الرئتين يفضل أنه ما نعطيه لإنسان غائب عن الوعي سوائل عن طريق الفم الجل تمتص عن طريق الفم أفضل من أنه نعطيه عصير إذا واحد دايخ لساته صاحي بس فيه يشرب هنا نعطيه عصير هو أفضل شي الحقيقة للغلوكوز حبابة للغلوكوز لحنا ننصح مرضى السكر خاصة عن اللي بيأخذوا إنسولين يخلي معه الغلوكوز تابليت يعني حبات الغلوكوز اللي هي حوالي أربعة غرامات ممكن كل ما قبل ما يشعر يعني أول ما يشعر بهبوط السكر ياخد له حبة أو حبتين مشان ترجع ترجع السكر للمستوى المطلوب خاصة إذا كان يعني لحنا عادة مننصح مريض السكر يتوقع شو لح يصير معه قبل ما يهبوط السكر إذا أنا بعرف أخذت إنسولين كمية أكثر من المناسب فيفضل إنه يعوض حتى إذا ما أدر يأكل الوجبت العادية يعوضها بنوع من الحلويات أو حتى الفواكه أو العصير مشان يوازن وهذه الحياة دور التثقيف الصحي إنه شلون الإنسان يتصرف مع نفسه بكل الظروف بس لما بيكون فيه هبوط سكر يعني إنسان غائب عن الوعي قلق أقول الحقيقة هو أفضل شيء طيب فيه سؤال يقول كم مرة يجب على المريض زيارة خصائي القدم حسب حسب الحالة وإذا المريض لاحظنا ما في مشكلة بالقدم والصحة زينة أقل شي مرة كل ستة شهور لأنه إحنا نحب بداية الحالة وإذا أكو تغير نحب بداية الحالة نعرف فلازم أقل شي مرة كل ستة شهور وإذا المريض وصل مرحلة الإحساس متأثرة من سبب السكر لازم كل ثلاثة شهور لو أقل طيب يعني من بين الأسئلة التي تدور في بالي يا ترى آلية العمل ومدى التعاون ما بين مركز دبيل السكري وغيرها من المراكز الرعاية الصحية الأولية في الهيئة من حيث تحويل المرضى تقديم الاستشارات للحالات المرضية شو هي آليات التعاون بينكم ومبين باج المراكز نعم بالنسبة للمركز دبيل السكري هو المرجع لهيئة الصحة بدبي ولجميع العيادات اللي موجودة اللي تقدم خدمة حق المرضى اللي فيهم السكر وأيضا للمراكز الصحية اللي يتابع للرعاية الصحية الأولية طبعا كل طبيب موجود بهيئة الصحة بدبي يمكنه أن يحول مريض إلى مركز دبيل السكري طبعا تحويلة الحالة يعني جدا سهلة ممكن عن طريق الرفع السماعي يتصل للطبيب موشرة مع زميل الطبيب الآخر ويقول أنا عندي حالة ويحول أو عن طريق النظام الإلكتروني اللي موجود بهيئة الصحة فيتم علاج المريض عنه سواء لفترة مؤقتة أو لفترة دائمة حسب حالة المريض طيب المرضى اللي تستقبلونهم تستقبلون مرضى في شروط معين لاستقبال المرضى أم الموضوع مفتوح تماما أهم الشرط أنه يكون مصاب بالسكر لأن الله يحضر إن شاء الله أما إذا كان هو يعني على يعني مجرد يحتاج يعني برنامج يعني توعوي برنامج غذائي هذا من يعني يعني الأمور اللي يهتمون فيها الرعاية الصحية الأولية بس لنحن لا بد أن يكون مصاب على أساس أنه يعني يتم علاجه بالشكل الصحيح طيب أنا عندي حاليا أقل من ثلاث دقائق دائما متعود في البرنامج أني أفتح المجال في الختام أنه تكون هناك كلمة مفتوحة يحبون يوجهونها ضيوفي فبما أن اليوم عندنا تقريبا خمس ضيوف فباختصار خلونا نشوف ونبتدي مع الأستاذ عبدالله محمد جمعة مدير الشؤون الإدارية بمركز دبيل السكر تفضل أنا صراحة يعني من خلال عملي في مركز دبيل السكري أحب أني أقول مرض السكري هي ثقافة فالإنسان المصاب بالسكر لا بد أن يتثقف عن المرض هذا فإذا تثقف بشكل كامل معنات أنه إنسان صحي ويعيش حياة طويلة خالية من المضاعفات هذا أهم شيء بس إذا ما في يعني ثقافة عن المرض وعن مضاعفات المرض حتى الطبيب بيصعب علاج للإنسان هذا بس إذا كان الإنسان مثقف عن الحالة وجميع الأمور اللي يحتاجها يساعد الطبيب بشكل كبير جدا في علاجة الحالة جميل بنتقل حق أستاذ ريم سعيد الحاتمي كلمة خيرة أمين تقولينها أنا أقول أن من أهم مسؤوليات المركز دي هي نشر الوعي وتثقف للمجتمع وفي أشياء مواقف لفتت انتباهنا من خلال الزيارات اللي احنا كنا نقوم بها أنا أحب أن أتكلم عنها ومنها أنه في خجل من الإصابة بالسكري فأحنا نقولهم أن لا تخجلون من المرض وفي منهم ينكرون الواقع بأنهم مصابين ويرفضون العلاج فهذا اللي أنا أحب أقوله شكرا أستاذ ريم سعيد الحاتمي ضابط إداري أول تسويق بمركز دبي للسكري الأستاذ أحمد حسن سعد أخصائي التثقيف للسكري نعم صراحة أهمية التثقيف الصحي لمريض السكري هي نفس أهمية العلاج ولا يمكن لأي برنامج علاج أن يكون ناجح إلا إذا كان فيه تركيز كبير على موضوع التثقيف الصحي لمريض السكري نعم شكرا لك أستاذ أحمد حسن سعد الأستاذ حياد علي خصائيات العناية بالقدم هو أهم شيء المريض يساعدنا قد ما إحنا نريد نساعده لازم يسمعون المعلومات ويركسون بيها بالبيت قد ما يقدرون لأنه إحنا حاول نساعد المريض بس وذا ما يحاولون يساعدون نفسهم ما نوصل المكان نريده جميل الأستاذ حياد أريخ خصائيات العناية بالقدم طبعا أنا دكتور خليتك آخر واحد علشان يعني ناخذ منك الخلاصة كلها دكتور محمد بلال الشماء استشاري غدد الصماء بمركز يعني الحقيقة هو يعني أهم فكرة في علاج السكري درهم وقايا خيرهم من قنطار يا علاج البداية يعني الواحد يبدأ ببداية صحيحة والحقيقة أنه المريض نفسه يعرف شلون يتصرف مع نفسه في كل الأحوال فلحنا بدنا نعمله يعني المريض أنه مثل بيقولوا أنه هو مؤهل مخول أنه يصير يقدر خاصة في علاج الإنسولين يقدر يتصرف أنه يزيد جرعة الإنسولين وهذا دور التسقيف العناية بالقدم شلون أمتى بداية الأعراض مشان على طول يجي إلى عند مثل ما قال استاذ عبد الله إدارة الحالة السكري يعني المريض السكري عبارة عن مثل مؤسسة بده إدارة لحنا منعلمه مبادئ الإدارة والمريض هو بالآخر بده يكون مسؤول عن نفسه ما حكى جلدك مثل ظفريك الإنسان السكري بده يعرف من أين تؤكل الكتف بده يتعلم أنه يعني يدر هم وقايا خيرهم ينقذ هر علاج يعني هي مسألة نمط حياة جديد يتعايش معه يعني الإنسان السكر الله كتب عليه هذا أحيانا ما له دور فيه إله هو دور فيه يعني الأكل والممارس الصحصحية بس الله كتب عليه بده يتصرف بحيث أنه يتعايش معه بحياة صحية يحمي نفسه من مضاعفات السكري دكتور محمد بلال الشماز إشارة غدد الصماء بمركز دبي للسكري نحن شاكرين لك تواجدك معنا والشكر الجزيل لك على هذه الحلقة الممتعة والتي حقيقة مضى الوقت فيها سريعا جدا لم نتناول كثير من المحاور التي يجب أن نتطرغ لها لكن إن شاء الله يعني لنا لقاءات قادمة خلال هذا العام في مناقشة الكثير من المواضيع حول يعني المواضيع الخاصة ب مركز دبي للسكري وحول مرض السكري بشكل عام شاكرين لكم هذه المشاركة مستمعين الكرام أيضا في الغد سوف تكون أمامنا العديد من المواضيع التي تعنى بالقطاع الصحي في إمارة دبي عيسى سبيلي أشهر أنه خلاص فسامحونا كل الشكر لكم مني محدثكم محمود يوسف ومن فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي ومن المخرج عيسى سبيل وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله تقبلوا تحياتي وتحيات صرة العمل وإلى اللقاء صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي